اشتركوا في القناة مساء الخير مساء الخير اخواني ارحب فيكم وجميع المشاهدين وشكرا على التهنئة الحلوة طبعا شعار التمريض احنا دائما نحتفل الى جانب دول العالم في الثاني عشر من مايو من كل عام بيوم التمريض العالمي حيث يهدف هذا اليوم الى ابرز الجهود والاسهامات والمبادرات النبيلة التي تقوم بها طواطم التمريض في خدمة جميع المرض وقافة افراد المجتمع ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار ممرضيننا مستقبلنا يجسد مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها هذا الفادر التمريضي والدور الهام الذي يقوم باحتجاه العمل على توفير الرعاية التمريضية الشاملة للجميع فما يبرز الاحتمام بالاستثمار في قطاع التمريض من اجل بناء وتعديد قدرات القوى العاملة المؤهلة في مجالات التمريض وحماية حقوقها من اجل تحقيق الارتقاء بالانظمة الصحية فهذا هو شعار هذا العام سيدة وهيبة بلا شك قطاع التمريض قطاع حيوي ومهم في المجتمعات كافة هل كانت تطلعين على ابرز جهودكم انتم في وزارة الصحة في تطوير هذا القطاع طبعا نحن نفع دائما مع شركاء في جميع القطاعات الحكومية والخاصة على مملكة البحرين الى وضع الاستراتيجيات الطموحة والهادفة الى رفع مستوى مهنتي التمريض والقبالة وتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية لتمكينهم من تقليم رعاية تمريضية ذات جودة عالية تتماشى مع تطلعات وطموحات وتلقي الخدمة طمعا كما نفعى الى تسجيع الجيل الجديد الانظمام الى هذه المهنة الانسانية ولله الحمد يدارنا في قطاع مراكز الرعاية الصحية الاولية الى بحرنة معظم وظائف التمريضية حيث وصلت نسبة البحرنة في المراكز الصحية الى 84% ونطمح ان شاء الله الى زيارة هذه النسبة في الاعوام القادمة سيدة وهيبة كونكي انت رئيسة لخدمة التمريض في مراكز الرعاية الاولية ما هي طموحاتكم المستقبلية كعاملين في هذا المجال للتطور؟ اولا نشكر حكومتنا رشيدة على الدعم اللامحدود لهذه المهنة ونتطلع الى تعزيز دور الكوادر التمرضية في مختلف المجالات زيادة الاستثمار في التعليم وتدريب الممرضين والقابلات وفتح المجالات في التخصصات المختلفة لانتماشى مع التغييرات والتطورات الصحية الحاصلة من مجال الصحي في مملكة البحرين ونطمح الى زيادة الدراسات العليا في هذا المجال لنواكب المهارات الجديدة في المجالات التمريض وطبعا أخيرا أهنأ جميع أخواني وخوات الممرضين على هذه الأرض الطيبة وكل عام وملائكة الرحمة بخير إذن السيدة وهيبة حسن الحلو رئيس خدمات التمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية شكرا جزيلا لك